اشتركوا في القناة لغز سكوما يتير غضب انصار الوداد يتواصل غياب اللاعب ايوب سكوما عن مباريات فريق الوداد الرياضي منذ انطلاق الدوري المغربي وتخلف سكوما عن عشر مباريات الاخيرة الرسمية عفوا رفقة الفريق الاحمر لغاية الان كما يواصل غيابه بشكل عام عن اجواء المباريات منذ سبع اشهر بعد الاصابة التي تعرض لها ومنعته من اكمال موسمه رفقة ناديه السابق الفتح الرباطي ولن يرافق اللاعب باتساف فريق الوداد الرياضي للمباراة الجولة التانية لدور ابطال افريقيا امام نادي بيترو اتلاتيكو العنغولي لذلك السبب وهو اللغز المحير الذي اغضب انصار فريق الوداد الرياضي وروابط الوتراس النادي الاحمر لطول فترة الغياب وكذا تدارب التقارير بشأن حقيقة واصابة اللاعب وفترة الغياب التي تتطلبها العلاج من الاصابة بعدما صرح الطبيب النادي انه يحتاج فقط لشهر واحد للعودة دون ان يعود بعد نقض هذه المدة وكان البنزرسي مدرب فريق الوداد الرياضي قد نفى في تصريحات سابقة وجود اي خلاف مع اللاعب وانه حين يستكمل جاهزيته سيتم ضمه لتشكيل الوداد الرياضي الرسمي نهاية الفيديو دمتم في امان الله وحفظه الى اللقاء